بطريقة ما شهر نوفمبر مربك جدا بالنسبة لنا عندما يتعلق الأمر بالحب لا يمكن فعل أي شيء مع تراجع طارد مما يزيد من صعوبة اتخاذ القرارات ولكن عندما يأتي شهر ديسمبر يوجد كوكب خاص جدا إلى جانبنا لمساعدتنا على الوقوف على القدم كوكب الزهرة جنبا إلى جنب مع بلوتو المتحول في الدلو لدى الاثنين رسالة واضحة الحياة العاطفية لن تعود كما كانت مرة أخرى تقبل التغيرات واحتفل باستقلالك سوى كنت في علاقة أم لا درجات الحرارة تنخفض والشمس تتظاهر فقط بتدفئتنا الحب الحقيقي يمكن أن يعبر عن نفسه بعدة طرق مختلفة إنها صداقة غير متوقعة مع شخص أخطأت في تقديره سابقا ولا تريد الآن أن تتركه أو إنه أحد الأشخاص الذي يعود بعد سنوات من الصمت ويعتذر ويريد إعادة بناء العلاقة بعد العمل على تحسين نفسه أو شخص غريب تضربه ليلا لأنه رقد فجأة إلى الشارع وتأخذه إلى بيت الضيافة الخاص حيث يتبين بعد ذلك أنه الفارس الذي من المفترض أن يجد حبه الحقيقي هنا ديسمبر سيكون شهر أخيرا يتحرك فيه كوكب بلوتو إلى الأمام ويمكن أن نتنفس الصعداء مرة أخرى أصبح التحول على جدول الأعمال من هو المهم بالنسبة لنا ومن الذي نفضل تركه في الماضي عندما تحرر نفسك من الأمتعاء القديمة يمكنك أخيرا أن تنظر إلى الحب مباشرة في عينيك الوقت مثالي لمواعيد الشتاء الرومانسية نصيحة فلكية قد نميل إلى إنفاق الكثير من المال على جميع المواعيد في الشتاء وفي الوقت نفسه يجب علينا أن نعير القليل من الاهتمام لأموالنا بينما نقضي أفضل الأوقات ستكون أيام الشتاء مثيرة وعاطفية تصل إلى مستوى جديد تماما ينتقل كوكب الزهرة إلى منطقة العلاقات في شهر ديسمبر مما يمنحنا دفعة رومانسية لا يهم سوى كنت عازبا أو في علاقة لديك الحب الذي تعطيه وتحب أن تكون محبوبا يمكن إعداد المنزل بالطريقة التي تريدها إرسال الدعوات إلى جميع الأصدقاء لكن كن حذرا فتوحجك الساطع يجذب أيضا الأشخاص كما العث الذي لا يمكنك أو لا ترغب في فعل أي شيء به لا تتردد في التجربة ومعرفة إلى أي مدى تريد أن تذهب ولكن ضع حدودا إذا أصبح الأمر أكثر من اللازم بالنسبة لك ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا